بما أنه إحنا هسته أيام عيد وموسم طيف والكثير من المناسبات رح تصادفنا بهالفترة اللي ممكن نحب نسوي بيها تسريحة جديدة لشعرنا على مدى نغير المود وبنفس الوقت نكسر روتين الشعر المنثدل رح ننطيكم اليوم أكثر من فكرة لتسريحات بسيطة دونوا نسووها أنتوا بالبيت تفيدكم بالعيد وموسم الطيف بأي إطلالة تحبون أنتوا تسووها أول تسريحة ويانة لليوم هي تسريحة البوهو أو ضفيرة البوهو هذه التسريحة معروفة أنها تكون فوضوية نوعا ما وما تكون ماسكة على الرأس التسريحة إبارة عن ضفيرة تكون على كتف واحد ومن ثم نضم إلها الغرة على جانب واحد وعلى شكل ضفيرة تتصل بالضفيرة الأساسية المنسدلة التسريحة هذه نقدر نضيف عليها أكسسوارات بسيطة مثل إظهار صغيرة على الشعار أو حتى إن كان كلبس عندنا نحن نقدر نضيف لها اللي ناسبنا ويش تسريحة مناسبة جدا لموسم الصيف لأنه حتى إذا كنا بمكان برطوبة أو إيفنت خارجي ما رح يخربش عني حتى إذا لاحتها رطوبة مثل ما يقولون ما رح ينفش لأنه هي أراد التسريحة نافشة نوعا ما صحة شهد التسريحات جدا حلوة تغير الأطلالة وتجدد النفسية بالفترة الأخيرة أن بلشت أعتمدها أنا نوع أما كلاسيكية اليوم هم سوي ضفاير أنت أنا شوية سوي تسريحة مغايرة بما أنه إحنا عيد فحلو واحد يغير والتسريحة اللي ذكرتها كلش حلوة أنا عن نفسي اعتمدتها وفعلا عملية مثل ما ذكرتي شهد رح أذكر التسريحة الثانية أيضا نوع أما فوضوية تصلح للبنات الصغار بالأمور اللي هي تسريحة ذي الحصان أكيد كنا من شنا صغار كانت أمهاتنا دائما تعتمديت نوع من التسريحات حسب الفترة الأخيرة كنا نسويها وقوم يسويها أيضا الصالونات قامت تعتمدها اللي هي ذي الحصان بس نوع أما ذي الحصان الفوضوي أكسسوارات للشعر صارت كلش درجة بالفترة الأخيرة أي أكسسوارات أنتوا حابين ممكن أكسسوارات اللي بيها لولو خفيف تطئنوثه وبنفس الوقت تكسر اللوك وممكن هي تنوع من التسريحات حتى نعتمدها بحفلات الخطوبة ومناسبات لأنه بسيطة وحلوة وأنيقة بنفس الوقت صحي بنات هذه التسريحات كلش حلوة وبسيطة وخاصة أنه إحنا عايشين في بلد برطوبة فحلو حتى لاين في الشعرنا وكلش سهل استخداماتها التسريحة اللي أنا حتشلكم عنها دائما نعتمدها هو الكيرلي الكيرلي يكون الويفي العريض أو الويفي اللي كلش رفيع لكن اللي دنشوفه أنه الويفي العريض كلش درج هذا الموسم وحلو أنه إذا شلنا خلينا الغرة لي وراء واستخدمنا الكليبسات اللي تكون على شكل ثيونكا بأقمشة ملونة أو أقمشة تكون ألوانها كلاسيكية لأنها تسريحة تعتبر كلاسيكية وحلوة هذه التسريحة للصباحية أو حتى إذا جدنا رايحين طلعة مسائية وحتى للطالبات اللي رايحين للجامعة للمدرسة همينك كلش حلوة فعلا أنا لذلك أمسوي هاي التسريحة بالضبطة اليوم بالضبطة أنا ماتش تعرف أنه هي هاي التسريحة اللي حتحشين أنا هاي سأنتي دا تحشين دا أقول هي بالضبط أنا رفع الغرة بس مو فيونكا حطة بيرلز أو لآل وهمين كيرلي لأنه بالفعل مثل ما قلتي جدا عملية وبأجواءنا اللي بيها رطوبة هاي تشينو عمن التسريحات ما تتعلم